بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن اداة جديدة من ادوات اصلاح الويندوز وعطر الويندوز وعطاب البرامج الاداة اسمها fix windows version 1.2 مبدئيا هنتكلم عنها بشكل عام الاول الاداة تعمل اصلاح شامل لكل الملفات اللي احنا شايفينها windows explorer internet and connectivity windows media system tools additional fixes بمعنى اول حاجة هنيجي نتكلم فيها اللي هي system file checker system file checker ده بيعملك التشيك على جميع ملفات الويندوز او النظام بتاعك سواء كان ويندوز من اول اكس بي لحد الويندوز 10 بيشغال عليه ما مش اي مشاكل بيعمل عليه التشيك لاي مشكلة لاي عطل لاي حاجة موجودة بحيس ان هو يقدر يتعامل معاه من خلال عمليات الاصلاح او البروسيسنج بتاعته طيب هافصل ونكمل شرح بعد ما يخلص check نرجع ثاني اول حاجة هنعملها نخش على اول او اول الملفات اللي عندنا هنلاقي عندنا يعني الملفات اللي موجودة دي هنخش على اوقع على كل الملفات دي طبعا بس انا هخش على ملف واحد بس يعني هنا هيقول لك process completed successfully يعني تم عملية الاصلاح بنجاح وطبعا على كل واحدة من دول بالتالي نفس الموضوع هنا على كله ويندوز ميديا نفس الموضوع system full نفس الموضوع additional fixes نفس الموضوع هنا على الابوت دي بيكلمك عن الاداة بشكل عام مع العلم لو دوسنا على check for update هيدخلك على الموقع الرسمي للاداة نفسها يعني مش هيعملك check على update ولا حاجة وبكده نكون خلصنا الشرح للاداة دي ومع العلم الاداة دي متفوقة جدا 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 في اصلاح الاعطاب الويندوز ومشاكل الويندوز ومشاكل برامج ايضا لان هي دايما بكون مشاكل ملفات نقصة في الويندوز نفسها يعني مش بتكون مشاكل في الهاردوير يعني بتكون مشاكل صوفتوير كلها كان معكم مجرمود احمد عادل من مدوانة وياريت اي مشكلة او اي عطلة او اي استفسار او اي برنامج انتو عايزينو تبعتولنا رسالة او تكتبولنا بوست او يعني تواصلوا معنا باي طريقة وان شاء الله هتلقوا عندكم الحل خلال 24 ساعة بالكتير او شكرا مع السلام اشتركوا في القناة